السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء التلاميذ أهلاً وسهلاً بكم في درس اليوم من سلسلة الدروس التعليمية في الرياضيات لنكون من خلال هذا الدرس مع القطعة النقضية مئة والتصرف فيها إذن دعونا نبدأ أحسبوا ذهنياً مجموع قيم قطع نقضية 20 زائد 20 يساوي 40 مليم أستكشف سحب طارق ومراد ونور المبالغ التالية من حصالاتهم أراد كل واحد منهم أن يعوض المبلغ الذي سحبه بأقل عدد ممكن من القطع أساعد كل طفل على إنجاز المهمة طارق يمكن لطارق أن يعوض المبلغ بقطعة نقضية ذات 100 مليم مراد يمكن لمراد أن يعوض المبلغ بثلاثة قطع ذات 20 مليماً 50 مليماً و 5 مليمات نور يمكن لنور أن تعوض المبلغ بقطعة نقضية ذات 100 مليم أتدرب أولاً أربط القطعة النقضية 100 بالمبالغ التي تساويها ثانياً أكمل بالقطعة النقضية المناسبة الوضعية الأولى لدينا 40 مليمان وينقصنا 60 مليمان للحصول على مبلغ يساوي 100 مليمان إذن نضيف قطعتين نقضيتين إحداها ذات 50 مليمان والأخرى ذات 10 مليمات الوضعية الثانية لدينا 70 مليمان وينقصنا 30 مليمان إذن نضيف قطعتين نقضيتين إحداها ذات 20 مليمان والأخرى ذات 10 مليمات الوضعية الثالثة لدينا 60 مليمان وينقصنا 40 مليمان إذن نضيف ثلاثة قطع نقضية إحداها ذات 20 مليمان وقطعتين ذات 10 مليمات أوظف أولاً ثمان قطعة الشوكولاتة 100 مليمان أمثل القطعة النقضية التي زادتها الأم لأبنائها ليتمكنوا من شرائها القطع النقضية التي يملكها فراس 30 مليمان والمبلغ الذي ينقصه هو 100 ناقص 30 يساوي 70 مليمان القطع النقضية التي يملكها زياد 20 مليم والمبلغ الذي ينقصه هو 100 ناقص 20 يساوي 80 مليم تملك صفاء 60 مليم والمبلغ الذي ينقصها هو 100 ناقص 60 يساوي 40 مليم أقيم أحسب المبالغ المالية الآتية المبلغ الأول يساوي 100 مليم المبلغ الثاني يساوي 85 مليم المبلغ الثالث يساوي 100 مليم المبلغ الرابع يساوي 100 مليم ترجمة نانسي قنقر شكرا